موسيقى أنا ولد في مدينة المحرك بالتحديد في فريج المري وهذا الفريج من أحياء المحرك العتيقة ويحتوي على عديد من الدور الشعبية والفرق الشعبية سواء كانت رجالية أو نسائية وأنا طبعاً وان صغير تولعت بالموسيقى حبيت الموسيقى في سن مبكر جداً من حياتي من بين أخواني الخمسة وبين أبناء الأهل والأصدقاء في الحي فكنت أنا مغرم بالموسيقى جداً فكنت أسمع الدور الفرق الشعبية وأستمع إلى الإذاعة وأستمع إلى بعض العوائل في الفريج اللي عندهم جرامافون ويشغلون الإصطوانات يعني أنا تستهويني لما أسمع صوت موسيقي فأروح جنب الشباك ولا جنب البيت من خارج البيت أو أحياناً أدخل البيوت وأنا صغير في السن وأستمع إلى هذه الإصطوانات ويغريني شكل الجرامافون والإصطوان الدور ويطلع صوت فكان شيء مذهل بالنسبة لي في ذاك السن يعني المرحلة العمرية حبيت الموسيقى كثير وصنعت العود عودي يعني لوحدي من صفيحة يعني من المعدن وركبت عليها أوتار وهما الخيوط من صيد الأسماك وأغني وأعزف وأغني في البيت يعني في رحمة الله عليها سيدة كانت عايشة هي وزوجها نسميها أم رقية أم رقية فهي عندها الإصطوانات ودائماً تشقل وتجيب الإصطوانات وأنا دائماً من المقيمين هناك عمدي يعني عشان أسمع الإصطوانات أنا كنت أحب زورها عشان الإصطوانات عشان أسمع الموسيقى الموسيقى الشعبية كانت يعني موسيقى للمطربين الشعبيين يعني كانت معظمها أغاني للفنانين الشعبيين البحرينين مثل محمد زويد وعبد الله سالم بوشيخة ويوسف فوني وكذلك كانت تجيب إصطوانات لأغاني عراقية وأغاني يمنية فكانت طبعاً الأغنية العراقية واليمنية كانت هي أغاني منتشرة في تلك الفترة تماماً فكانت يعني الخربشة يعني العود ما كان لا مبوط ولا مدوزن ولا بس يعني كشكل وشوية أوتار وأنا فرحان بهذا المشروع دي كلها يعني موهبتي بصراحة ما كانت محتاجة إلى حد يكتشفها لأنها كاشفة نفسها بنفسها يعني فطبعاً كان عوني وسندي شقيقي الدكتور راشد نجم هو أكبر الأخواني وشخص متقف ومتعلم فهو احتضن هذه الموهبة وساعدني كثير حتى من التقاليد والعادات للأهل اللي طبعاً الموسيقى عندهم شيء غير مقبول ابنهم يعني انحرف في مجال الموسيقى فهو اللي ساعدني كثير ووقفوا إياي وشارع لي العود وأخذني لمدرس والمم هو اللي راعة موهبتي حقيقة وكان هو خير وعاون وسند لي عود اشتريته لما أنا والله ما تذكر بس يعني كنا بداية لما كان أخي راشد يحاول يجد لي مدرس لموسيقى في ذيك الفترة وكان صعب وجود مدرس موسيقى أن حصل عليه أو مدرسة أو حتى يعني بصفة خاصة كان صعوبة جداً لغاية ما أنا لما كنت في صف أول إعدادي أو ثاني إعدادي بالتحديد مدرس أو السكرتير دخل علينا وأتذكر هذا السكرتير هذا الإنسان العزيز عليه اسمه الأستاذ أحمد بن مبارك نعيمي كان هو سكرتير مدرسة طارق بن الزياد أنا درست الإعدادي فيها الابتدائي درست في المدرسة نسميها الشمالية الأول الآن اسمها عمر من الخطاب هي كان الابتدائي لما خلصت الابتدائي رحت على الإعدادي رحت في طارق بن الزياد وهو كان سكرتير ودخل علينا بالفصل وقال اللي يريد يتعلم موسيقى يروح يسجل اسمه في مدرسة عمر من الخطاب اللي أنا كنت فيه الإعدادي اليوم ساعة ثلاث أو ثلاث ونص يروح يسجل اسمه إذا اللي حب يدرس موسيقى أنا طبعا هذا بالنسبة لي يعني شيء ما قدرت اللي حم ما أنسى هذه اللحظة فرحت أسجل على طول لا غدا ولا شيء وأنا بفكر بس متى ثلاث ونص ساعة ثلاث ونص صير وسجلت اسمي والغريب أنه شفت عدد كبير من الطلبة جايين كثير عدم الطلبة أنا ظنيت بروحي أنا اللي أحب الموسيقى في المحرق طبعا المحرق كلهم عشاق للفن والثقافة والجمال والأدب والرياضة وكل الأمور هذه والسياسة كل شيء المحرق يعني هي أم القراء أول صعوبة واجهتهم من المدرس الله يذكره بالخير إذا كان موجود وإذا توفى الله يرحمه هو اسمه سوري اسمه الأستاذ ميشيل إلياس عوض واللي جابه ومسؤول عن هذا المشروع ككل رحمة الله عليه الأستاذ جاسم العمران هو اللي أشرف على هذا المشروع وأشرف عليه أنا شخصيا في البداية فالمدرس طلب من الطلبة يعني كل من يعني هو عمله متحنات اختبارات أنا اختار لي العود هو أنا معنا رايحة بادرس فايلين بس قال لي لا أنت العود لك وشوف الطلبة واحد وراء يعني طوابير لغاية ما خلصنا وبعدين في الآخر طلبوا من كل طالب يشتري الآلة الموسيقية داقي الوقت يشتري الآلة الموسيقية كانت صعبة فالأغلبية يعني يمكن اللي تمينا ثمانية وبعدين خلص ما بغيت لأنا تحلية الإشكالية طاعت الشرار الآلة الموسيقية شاريتها من سوق في المنامة نسميه سوق المقاصيس فشارينا عود صاحب المحل قال هذه العود كويس وزين يلا وشارينا 4 دينار ونص 45 ربية يعني العود بديت أخذ دروس وتعلم وأعزف وكذا وصرت مغرم بهذه الآلة فأهلي طبيعي يخافوا عليه أنه أنا ما واصل دراسي وخصوصاً الوالدة اللي يرحمها يعني فأوعزت للوالد أنه اللي يتخلص من هذا العود من البيت فالمهم قصة طويلة لما رجعت من المدرسة ملهوف رايح أنا في البيت غرفتي فوق يعني نسميه غرفة يعني في السطح فرح تدور على العود ما لقيتها طبعاً زعلت كثير وبكيت كثير وما لأكلت لغاية ما الوالدة شوي رق قلبها عليه وبعدين الوالد قال لي روح المحرق وقال لي على المكان المعين خدت سيكل يعني دراجة هوائية ورح تجبتها دراجة كان مدرس في منتهى الجمال هي والله مدرس هو اللي درسني نوة الموسيقية ودرسني العود وبعدين يعني اللي حصل اللي حصل اللي صرت أنا بس الوحدي في المحرق من الطلبة كلهم هو يجي من المنامع من الغضبية يجي في تاكسي ويجي بالأستاذ أيضا والأستاذ جاسم عمران أيضا يجي بروح عنده سيارة فيجون ما في لأطالب واحد فطلبوا مني أن أنا أروح له أروح للمدرس أنا صغير في السن وما عندي سيارة ما عندي سيارة أنا صغير ولا عندنا سواق ولا شي فأمشي مسافات طويلة من بيتي إلى المحرق أركب الأوتوبيس أو الباص والباص ينزلني في راس رمان وأمشي من راس رمان إلى القضائبية وأخذ الدرس حوالي نص ساعة وأرجع المشوار دي كلها مرتين في الأسبوع لكن الحمد لله بعدين خلصت ولحنت أغاني وأنا صغير وأنا في المدرسة أول ثانوي أنا صرت ألحن أغاني للمطربين أول واحد غنالي الفنان يعقوب ممطيع أول واحد سجل لغنية لي من الحاني وكلمات شقيقي لسادة راشد دكتور راش النجم سجلها بالقاهرة سنة 71 على مأضن مع الفرقة الماسية فنان يعقوب ممطيع سمعك؟ سمع الحاني وعجبه الحاني وكنا مع بعض في فرقة موسيقية نعزة نعزة فرقة الأنوار الموسيقية كانت فرقة معروفة كل الفنانين البحرينيين يعني كانوا معظمهم يعني أو الجيدين منهم كانوا موجودين في هذه الفرقة فرقة أنوار وكان موقعها بالمنامة وأنا خذوني وأنا صغير أصغر واحد فيهم وأنا لحن بالمدرسة كنت أعضوا في هذه الفرقة وطبعا الفرقة خلاص راحت من زمان يعني بس كانت لها حقيقة لها تاريخ لها تاريخ كان فيها رحمة الله عليه أحمد الفردان فنان كبير داود سلمان نجم عبد الله محمد الذوادي يعقوب ممطيع جعفر حبيب يوسف السندي عبد الله بو قيس أحمد الجميري محمد جمال أيسة جاسم الملاحن البحرين الجميل بعدين لما تخرجت من التنوير العامة رحت القاهرة درست موسيقى بالكونسربتوار محل كونسربتوار تعليف ونظريات وبعدين وأنا وجودي بالقاهرة الفراق والسوديوهات والأمور هذه فالحاني صارت كثيرة وألحن كثير وانشارت كثير والله أنا الحاني أكثرها كانت للمطربين البحرينين مو معناه أنه ما عندي معرفة عندي معرفة بكل مطربين العرب والخليج ويا ما كنا بنتعاون وكذا بس يعني أنا ما كانت لغنية بعد شدتني كثير يعني لغت ما رجعت وبعدين طميت إلى وزارة الداخلية بطلب من سمو الشيخ محمد من خليفة وزير الداخلية السابق هو طلبني حقيقة عرض علي وظيفة أن أكون ضابط بالفرقة المسيقية وهذا الشخص حقيقة أنا ممنون لأمتنان كبير لأنه حقيقة غير مجرى كل حياتي من حنى يعني غير كل مجرى حياتي ودراستي كثير من خلال وزارة الداخلية وبعثني كثير لدراسة الموسيقى وأيضا إلى حضور مؤتمرات وورش العمل ويعني سقى الموهبتي تماما وأيضا أيضا مع لي الشيخ راشد بن عبدالله وزير الداخلية الحالي أيضا أنا محظوظ بهذا الوزيرين يعني في الوزارة لأنه وكل دراساتي العليا كانت تشجيع من مع لي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله درست الموسيقى العربية الشرقية يعني درست الموسيقى الشعبية درست الموسيقى الكلاسيكية ودرست الموسيقى الكلاسكرية كلها دراسات وتخصصت فيها يعني دراسات وكل واحدة غير طبعا يعني بالموسيقى الآن تخصص بالموسيقى تخصص يعني اللي مثلا يعرف الجاز مثلا ما عنده في الكلاسيك أو اللي عنده في الكلاسيك ما يعرفوا المسيقات العسكرية أو ما يعرفوا المسيقات الشعبية أو ما يعرفوا المسيقات العربية عرفوا مقاماتها واذي لكن الحمد لله أنا مزيج من هذه الأطياف ذي كلها أنا تزوجت كأي شاب بحريني تزوج لما وتزوجت متأخر شوي أنا أيضا ولدي من يعني الذرية سلمان ولدي الكبير وهو رسام بنان تشكيلي والابن الثاني عيسى وهو موسيقي الأول طبعا عندها ماجستير في البينتينج أو في الارت يعني وعيسى عندها ماجستير في الميوزيك وبنتي دلال عندها بكالوريوس في الفيلمينج والولدي الأصغر أخير راشد وهو رياضي يعني يحب رياضة مع أن كلهم يعزفون آلات موسيقية كلهم تعلموا ويعزفون يعني كلهم أربعتهم ذكرنا ذكرنا أن التغييرات الكبيرة على مدار اللي قلت لك الله يسلمك أن أنا لما رحت للقهرة عشان أدرس موسيقى ما كنت عارف محل كنت عارف موسيقى العربية فرحت محل موسيقى العربية صديق عزيز علي الله يذكره بخير اسمه حسين موسوي شاف ما وهبتي قال لي أنت لا في معهد يصلح لك أكثر من هذا المعهد الموسيقى العربية فهو داني إلى الكونسر وهذه نقلة نقلة في حياتي ما تتخيل شكرا مهمة النقلة الثانية لما عرض عليه سمو شيخ محمد بن خليفة نألت حق إلى إلى الموسيقى العسكرية هذه أظن نقلة كبيرة في حياتي هي هو مشروع كبير في الحقيقة مشروع هي مو مجرد أوركترا علشان نعزف و أمسيات وكذا هو أكثر من هذا إنه هو مشروع نهضوي إنساني حضاري للبحرين اللي هو نشر البهجة والسعادة و إدماج فئات المجتمع و خلق أجيال من تمه لوطنها من خلال هذا المشروع اللي هو يعني مشروع الموسيقى والناس اللي بنعمل كثير من الحفلات للأطفال مثل ما عرفت نحن سوي لنا كثير من برامج للأطفال أطفال مدارس البحرين لهم فرصة كبيرة إن هذا الأوركترا يقدم لهم أعمال ونشرح لهم الأوركترا ونشرح لهم عن الموسيقى والفن بشكل عام ويتفاعل معنا الجمهور في هذا المسلح الكبير بمعزفات وبشرح هذا جانب بنتناول كل المراحل الدراسية حتى الجامعة وبالإضافة إلى نحتاجين كثير إن كثير من الشركات الكبيرة أيضا تدعم هذا المشروع من خلال إرسال موظفينها في موظفين وفي ناس عندنا في البحرين ما تعرف عن هذا المجال هذا المكان مكان الفن والثقافة والفعليات فردهم ميون يندبجون ويانا لأن الموسيقى لها تعثير كثير في النفس وفي رقي الإنسان وفي تعامل مع نفسه وتعامل مع الآخرين فلما نرتقي بهذا النفس وحب لأخوانا وحب في الحوار والتعايش السلمي وحب في الاندماج وحب في تنمية الفكر والثقافة والفن وهذا هو مشروع النهضة ومن خلال أوركستر البحرين في الهارمونية